في طريقة الاحتجاج على أوضاعهم الاقتصادية السيئة بسبب جائحة كورونا قام فنانوا فرنسا باحتلال أحد أهم مسارح العاصمة باريس منذ أكثر من شهر ونصف الشهر كنوعاً من إخضاع الحكومة الفرنسية لمطالبهم زميلة بازاري مع كل تفاصيل الموضوع من باريس نتابع منذ الرابع من مارس آدار احتلنا ناشطون هذا المسرح مسرح الأوديون الباريسي هنا في حي سن جيرمان احتجاجاً على إغلاق المرافق الثقافية في فرنسا بسبب جائحة كورونا وقانون إصلاح نظام البطالة الذي تأجل الحكومة التصويت بشأنه تحولت صلاة المسرح إلى غرف نوم وأصبحت قاعة الاستقبال مكاناً للإقامة إذ تعقد هنا جمعيتان عامتان يومياً للتشاور حول الخطوات التي يجب اتباعها للضغط على الحكومة لاقى الحراك الثقافي عبر احتلال المسرح تجاوباً من الموسيقيين والممثلين وعامل المسارح والتقنيين في مدن ومناطق أخرى في فرنسا ما أدى إلى احتلال ما يقارب المئة مسرح سيزار طالب علم نفس قرر أن يكون جزءاً من هذا الحراك ويقتن في المسرح مع المحتجين منذ بضعاته أيام آمل من هذا الحراك واحتلال المسرح أن يكون مفيدين للفن خصوصاً لمستقبل مهني المسارح من ممثلين وتقنيين لم يمارس الفنانون حرفتهم منذ أكثر من عام ولتوعية المواطن الفرنسي حول ظروفهم الاقتصادية والمهنية السيئة يقوم هؤلاء الفنانون بتقديم حفلات مجانية أمام مسرح أوديون بالرغم من منع تلك العروض من قبل السلطات الفرنسية لأكثر من مرة منذ فترة طويلة ونحن نشك من أوضاعنا مهنية مزرية وقررنا اليوم أن نصاعد الحراك واحتلال المسرح هذا لكي تستمع الحكومة الفرنسية لمطالبنا بالرغم من المساعدة المادية التي وعدت بتقديمها وزيرة الثقافة الفرنسية غوزلين باشلو والتي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو يواصل أكثر من 50 ممثلا وموسيقيا وفنيا احتلالهم لهذا المسرح الذي يعد من الأعرق في العاصمة الفرنسية من أمام مسرح الأوديون الباريسي لايث بزاري العربية